تصدرت الإذاعة السعودية قائمة الإذاعات العربية المشاركة في التبادل البرامج والإخبار صلب اتحاد إذاعات الدول العربية وبلغ حجم مشاركة الإذاعة السعودية في هذا التبادل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي 24.28% في الجانب الإذاعي تميزنا كثيرا دعمنا العمل الإذاعي العربي بشكل كبير حصلنا على العديد من الجوائز التي ميزت المملكة العربية السعودية وجعلتها في مقدمة الإذاعات العربية شكر جزيلا لكل معالي وزير الثقافة الإعلام الرئيس الهيئة القائمين في الإذاعة على هذا الدعم وهذا العمل والأنشطة المتعددة والبرامج المتعددة ترأس المملكة اجتماعات اللجنة الدائمة للإذاعة التابعة إلى اتحاد إذاعات الدول العربية وتجلى من خلال نقاشات اليوم الأول دور المملكة في تطوير الإعلام العربي وإثراء مضامينه إذاعة وتلفزة هذا ليس غريب على المملكة في خلال السنوات الأخيرة كلها المملكة هي الأعلى في نسبة التبادل في الإذاعة وفي التلفزيون سعودية تمثل تقريبا ربع حجم المساهمات هذا نشكر هيئة الإذاعة وتلفزيون السعودية لأنها أعطت هذا الجانب اهتمام كبير وستناقش اللجنة الدائمة للإذاعة على مدى ثلاثة أيام عدة موضوعات أهمها خطة العمل المستقبلي عندنا تنشيط التبادل الإذاعي سواء التقارير الثقافية التقارير الأخبارية التي اليوم تصير مصب اهتمامنا في هذا الاجتماع تفعيل التبادل الأخباري من خلال التقارير وتغطية الأحداث أولا بأول عندنا مناقشة البرامج المدرجة في خطة عمل الاتحاد في تسميتها يعني كل اجتماع يتم تسمية البرامج هذه من جديد ويتوقع أن تصدر عن اجتماعات اللجنة الدائمة للإذاعة عدة تقارير وتوصيات ستزيد بالتأكيد في دعم العمل الإعلامي العربي المشترك تلعب المملكة دورا مهما في تفعيل العمل الإعلامي العربي المشترك ولها في هذا المجال منجزات وتصورات تبلورت في اجتماعات اللجنة الدائمة للإذاعة صلبة اتحاد إذاعة الدول العربية خالد انجاح الإخبارية تونس